ضمن حملات التشجير لإعادة الغطاء النباتي إلى المناطق المتضررة من الحرائق نفذت مدرية زراعة حمص بالتعاون مع جامعة الوادي الدولية الخاصة حملة تشجير لزراعة المنطقة المتضررة في حرم الجامعة بالريف الغربي لحمص بمشاركة عدد من الطلبة والكادر الإداري والتدريسي نشارك جامعة الوادي حملة تشجير لنشجر عندهم على مرحلتين بحدود 3000 غرسي حراجي من الكازورينا والأزدراخت إضافة إلى 500 غرسي من أجار المسمرة متنوعة اليوم نشجر ألف غرسي نحن اليوم في زمن إثبات الوجود إثبات الوجود يجب بالفعل أن أخذ زوره هذا الإثبات اليوم نشوفه بحملة تشجير في جامعة الوادي بمشاركة مديرية الزراعة ووزارة الزراعة والاتحاد الوطني لطلبة سوريا وكل من يشتهد لبناء سوريا الحديثي نحن نزرع الجبل بجامعة الوادي هذا الجبل أيضا من المناطق التي تعرضت لحرائق وحتى نحاول أن نتوسع أكثر بالمبادرة بالفعلية لحتى تشمل المناطق المتضررة من الحرائق حتى ولو بمحافظات أخرى تضمنت الحملة زراعة نحو ألف غرسة حراجية كمرحلة أولى والتي سيتبعها مراحل أخرى في الأيام القليلة القادمة الخطة السنوية لدائرة الحراج هي بحدود 150 هكتار تم تنفيذ منها 110 هكتار في موقع حراج الناصرة تم تنفيذ 28 هكتار من أصل 35 هكتار وخلال العشرة أيام القادمة سيتم انتهاء من كامل الخطة أكيد هي بادرة من اتحاد الطلبي ورئاسة الجامعة ومدرية الزراعة في حمص لتعويض الخسائر اللي كانت هون بصار في حريقهم بطلعة الجامعة فأكيد حبينا نشارك كلاتنا كلاتنا كلها موجودة الموظفين ودكاترا وعضائيا فنية وتدريسية أكيد مواجبنا نشارك بهذهك حملات ولنرجع المنطقة خضرة إن شاء الله والله مشكورة رئاسة جامعة الوادي ومشكورين انتحاد الطلبي ومدرية الزراعة في حمص على هذه البادرة الحلوة اللي هي زراعة الشجر وخصوصا بعد الحرائق التي تعرضت لألة المنطقة وخصوصا هذه المنطقة هون بالصيفية الماضية تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخه للحفاظ على الغطاء النباتي بتضافر جميع الجهود من موقع التشجير في جامعة الوادي الدولية الخاصة بريفي حمصة الغربي شيرين العلي الإخبارية السورية